اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بالعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية أذر بجان الصديقة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك عائل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وثمنت معاليها ما يجمع بين البلدين الصديقين من قواسم مشتركة عادات وتقاليد وثقافات متقاربة من شأنها أن تدفع بالعلاقات نحو أفاق أرحب جاء ذلك خلال استقبال معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مكتبها سعادة السفير شاهين عبدالله ييف سفير جمهورية أذر بجان لدى مملكة البحرين المقيم في الرياضة حيث تم مناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب حرص السلطة التشريعية لتقديم كل الدعم لتعزيز العلاقات وتقويتها في كافة المجالات بين مملكة البحرين وجمهورية أذر بجان الصديقة ومنوهة معاليها السعداد الطرفين لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما من جانبه عرب سعادة السفير عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين مثمنا الدورة الرياضية للمملكة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وحضورها اللافت في المحافل البرلمانية الأقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر